طبعا اي مباراة بين النادي الاهلي واي فريق بيقوده الكابتن مختار مختار بيطلع البعض يروج لفكرة هاتي عم ارقام الكابتن مختار مختار امام النادي الاهلي ويبدأ الترويج يتم للفكرة دي لدرجة ان يوسف اوباما لعب الزمالك الحالي قال في تصريح مهم جدا لما كان بيلعب في الاتحاد وكان الكابتن مختار مختار المدير الفني الفريق الاتحاد قال بصفتي زمالكاوي كنت اظن ان الكابتن مختار مختار زي ما بيتم ترويجه في الوسط الزمالكاوي بيتهاون في مباراة النادي الاهلي لكن للامانة وانا يوسف اوباما اللاعب الزمالكاوي الراجل ده عنده ضمير في كل مباراة بيلعبها وما فيش اي سن التهاون مع اي مباراة وتحديدا مباراة النادي الاهلي لكن ربما التصريح اللي طالع من يوسف اوباما ده لم يكن كافي فالبعض ايضا استعرض مباراة الكابتن مختار مختار واستعرضها بشكل احنا بقى هنستعرضها بشكل فيه عمك شوي عن اللي هم استعرضوه طبعا مواجهات الكابتن مختار مختار 27 مواجهة استعرضوا فكرة الهزائم 17 والتعادل 9 وانتصار 1 فقط لغير استقبل 54 هدف ودخل مرماه او سجل 21 هدف وبالتالي هنا واضح جدا هم عايزين يشيروا لايه من الاحصائية دي لكن الحقيقة هو مين نادي في مصر اخر 27 مباراة قدر يعمل نتائج زي دي اللي ممكن نادي او اتنين اندية بالكتير فلما تيجي تتكلم عن مدرب درب اندية وسط مع احترامنا لكل اندية طب متخاطب اللي كانوا بينفسوا النادي الاهلي على البطولات ونتائجهم ايه مقارنة بالكابتن مختار مختار الاهم من كل ده هم التسعة عادلات اللي تعدلهم الكابتن مختار مختار ما ضيعوش على النادي الاهلي بطولات بالتأكيد انت لما شوف تسعة عادلات هتقول الامر عادي جدا لكن لما اقولك ان الدوري اللي بيتغنى به نادي الزمالك حتى الان دوري سيد عبد النعيم اللي سميه حتى على اسم لعب في فريق اخر كان الكابتن مختار مختار مفتاح السر في اهداء الدوري ده لزمالك لما تعادل مع النادي الاهلي في استاد القاهرة وهو مدير فني الفريق غزل المحلة واحد واحد ووقتها بدأ سلسلة او انخفاض النقاط او فقدان النقاط من النادي الاهلي يبدأ من المباراة دي بعدها خسر النادي الاهلي من الزمالك كانت المباراة في الاسبوع التسعة عشر بعدها خسر النادي الاهلي مباراة امب الشهيرة بهدف سيد عبد النعيم فكان الدوري باسم سيد عبد النعيم لكن الأساس كان فيها فارس هو تعادل غير منطقي مع غزل المحلة في استاد القيرة مع النادي الأهلي واحد واحد آخر خمس مباريات زي ما احنا بنتكلم لو النادي الأهلي كان حقق النتيجة الإجابية مع نادي المحلة قدر يفوس ما كناش احنا احتاجنا مباراة انبي ولكن كابتن مختار مختار البعض ما بيدوش حقه فنيا نونو سانتو الغلابة بالنسبة لي مدرب وولفر هامتون أنا بتكلم كابتن مختار مختار لا تجربة فنية تقدر تشوف الراجل ده ادى كم موسم في الدوري طلع كم لعيب تجربته مع بتروجيته تدرس راجل فعلا تقدر تستفيد منه كمان انت بتيجي تكتزق احنا بنتكلم في العدد ده من التعادلات هو افقد النادي الأهلي ايه بنتكلم كمان لو راحنا الموسم 2011 منوس جوزي بيرجع بخلفية زهنية محتاجي حقق نتائج مع النادي الأهلي بحقق نتائج جيدة بيحسن دوري صعب اتكلمنا فيه دوري مهم جدا وهيكن كمان بنيجي في 2011 بتحقق 17 مباراة بلا هزيمة اول هزيمة بتكون على يد كابتن مختار مختار مع انبي وبتخرج من الكاس لان كابتن مختار مختار دايما معادلة مختلفة ومميزة ده دوري 2016-2017 لما كان بيطلع تصريحات من بعض الاجهازة الفنية زي الكابتن علي ماهر لما كان بيتسأل وهو مدير فني لفريق الأسيوتي طبعا كان بيقوله عندك مين الماتش اللي جاي كان بيقوله عندي اللي ما بيرحموش النادي الاهلي وبالفعل وقتها النادي الاهلي كان فريق لا يرحم احد وعند حسن الدوري بدون هزيمة واحدة في الجولة التلاتين كان مدير فني واحد قدر يقف قدام اللي ما بيرحموش هو الكابتن مختار مختار والاهم وقف بفريقين فريق الاتحاد وحصل على تعادل اتنين اتنين مع النادي الاهلي طبعا احضرنا ركل الجزاء شهيرة في اخر الوقت في الديئة التسعين وكمان في الدور التاني لما انتقل للانتاج الحربي قدر برضو يحقق تعادل مع النادي الاهلي عشان يكون المدرب الوحيد اللي قدر يفقد الفريق اللي ما بيرحمش اربع نقاط ولان كابتن مختار مختار دايما علامة مميزة ورغم ان نتائج دي النادي الاهلي عانى منها ولكن هو لازم ياخد حقه لان البعض لما يتكلم عن كابتن مختار مختار وهو لا يعي قدره محتاج يتعلم هنا لان موسم 2018-2019 اللي الزمالك تصدر في اغلب الوقت فيه كان اول تصدر للزمالك كان بفضل تعصر النادي الاهلي عمام كابتن مختار مختار لما تعادل مع الاهلي وهو بيدرب الجونة في الجولة الخامسة كمان كابتن مختار مختار كان له نصيف انه يضيع على النادي الاهلي بطولة كاس يعني القصة مش دوري فقط لا غير فاز بامبي على النادي الاهلي 1-0 طبعا الهدف كان سجله انجول رامي ربيعة وصعد للمبرارات النهائية وقدر يفوز على نادي الزمالك فكمان بطولة بيهدرها كابتن مختار مختار يا فارس من النادي الاهلي وبنتكلم عن الكابتن مختار مختار طيب تعالنا نروح للزمالك لو البعض بيتحدث عن كابتن مختار مختار كابتن مختار مختار اللي حقق 17 هزيمة من النادي الاهلي لو بنتكلم على نادي الزمالك هو أيضا حقق 17 هزيمة في آخر 27 ماتش كابتن مختار مختار 17 ماتش في آخر 34 مباراة خسارة فإحنا بنتكلم لو أنت بتئيس نفسك فيبقى الترمومتر بتاعك مختار مختار أعتقد يا فارس كان عندنا برضو لو إحنا بقى بنتكلم بالشكل ده ولو أنت عاوز تتكلم عن نتائج ورج جدا يكون فيه مدير فني بيكتهد ولكن يا فارس النتائج مش بتبقى مساعداء هنمشي غير موفق ولأنه فعلا محترم ولكن ولأن أسلوبنا مختلف ولأن نكتزق يعني المدلول لو شفنا الرقم هنبدأ نشوف إزاي إحنا بنفكر بشكل مختلف كابتن عبد الحميد باسيوني مدرب يبدأ يكتهد في الدوري ولكن لعب عدد كبير من المواجهات قدامنا للزمالك 9 مواجهات هزائن 9 انتصارات صفر استقبل 18 هدف وسجل هدف يعني في التسع مباريات مفيش تعادل مفيش انتصارات 9 هزائب 18 هدف بيستقبلهم وبسجل هدف إحصائي على فكرة صعبة جدا وكانت تقبل التشكيك بس إحنا والله ما بنشكك لأن فعلا كابتن عبد الحميد باسيوني شخصية في غاية الاحترام ولكن ما بنجتزقش ولو انت تجتزق حاول تجتزق صح مش مع مدرب مختلف تماما حابب تقول حاجة هنا يا عسامة لا أنا حابب أقول كان مين اللي جاب الجول اللي سجله طلع على الجيش الجول اللي سجله طلع على الجيش مع كابتن عبد الحميد باسيوني مين مش هتلاقيه كنا فون يجيبه اشتركوا في القناة